بسم الله الرحمن الرحيم ألف لان راقلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لسادذين ترجمة نانسي قنقر 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 إلى قصر أخناتون بأمر من الحاكم جاهزون جناب هورينهوب لننطلق إذن هورينهوب أتأذن لي أن أسألك سؤالا سأجيبك جنب ألخماه تستطيع السؤال لأي سبب تظن عن أمنح أوتب أو كما تسمونه أخرتون خجر غيبا في إحضارنا إليه للمحاكمة فهو قد حسم أمره أن يقوم بمحكمتكم أمام جمهور من أهل المدينة فقد شاع بين الناس أن لسان أمون قد نطق وأنه كان إلها حيا لا تمثالا أخناتون يريد أن يعلم كيف استطاع أمون أن ينطق أنا سأجيب عن سؤال أخناتون أما أنت الذي كنت من أصدقائنا وما وصلت إلى قيادة الجند إلا بتزكية منا نعن فلماذا تركتنا وحدنا؟ نحن كنا ننتظر منك العون أنا ما زلت أعبد أمون وما زلت على احترامي لكم لكن يتوجب علي أن أطيع أخناتون قبل طاعة أمون فإنما هو ابن الآلهة أقصد أن كل حكام مصر هم أنصاف آلهة فهو حاكمي وحاكم كل أهل مصر أرجو من صميم قلبي أن أتمكن من مساعدتكم لكنني عاجز وهل تعلم من الذي سيشرف على محاكمتنا؟ أظنه يوزر سيف ألا يكف عن يوزر سيف هذا أبدا؟ ألا ينوي أن يدعانا وشأننا مطلقا؟ ترجمة نانسي قنقر نحن نعبد الله الواحد شكرا له على كل ما أنعم علينا لولا فضل الله علينا ورحمته بنا ما كنا لنتنبه للقحط القادم علينا فنسعى له سعيا ولا ندر ما كان ليكون مصيرنا عندها انظروا إلى نهر النيل كيف ضحل وجف وانظروا أيضا إلى المزارع والضياع كيف يبست وأجدبت هذا ما كان سيقول إليه مصيرنا الكثير من البلاد الأخرى أضحط تحتاج إلى عونكم أنتم ولولا عناية الله بكم ما كان حالكم ليكون مختلفا عن أحوالهم هم أشكروا ربكم إذن واحمدوه على نعمه وحيث إنكم لم تعود تعبدون تلك الوحوش الصماء وأسباب الضياع والذلة فحري بكم إذن أن تعكفوا على عبادة الله الواحد إن كنتم ستعبدون ربا إنما أمرنا أن يتحول معبد آمون منذ اليوم إلى معبد لله الواحد أسأل الله أن يملأ قلوبنا جميعا بأنوار هدايته بوركتم علي أن أعترف أنك أقوى منك يزرسف يعتبر ردهون معلمه دائما طلع طلع يحيا يزرسيف يحيا يزرسيف يحيا يزرسيف يحيا يزرسيف ردهون نعم علي المقام أنا ردهون أين كنت حتى الآن كنت في حرب مع أهل الشمال منذ سنوات برفقة جلال عرنه عليك بمرافقة من الأهل فصائيا يحيا يزرسيف يحيا يزرسيف يحيا يزرسيف يحيا يزرسيف يحيا يزرسيف يحيا يزرسيف يا جزرسي 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 ما تعمى تعميني أين نحن الآن وما هذا المكان هذا منزل جنابي يوسف أنا جئت بك إلى هنا سيدتي أنت أسئنات زوجة يوسف النبي كنت أظن قبل الآن أني أحب جنابي زرسيف كثيرا لكن بعدما سمعته من وصف ندماتك فأقول إنني يجب أن نتعلم العشق منك ثلاثون سنة من الدموع والأشواق ثلاثون سنة من البعد والفراق والعتب أقسم بالله إنا هذا العشق الشديد وهذا الصبر حري بهما أن يقدساه لم يكن عشق أن أقسم بتلك الطهارة التي تصفيناها فيوسف أعلى شأنا من أن تليق بعشقه حاملة الآثام والذنوب أنا قد لوثت عشقي باتباعها ونفسي وشهواتها وقد حملت إذر ذلك على كاهلي أنت تظنين أنك تعرفين كل معاناتي ثلاثون سنة من احتمال اللوم ثلاثون سنة من الكلام لا دعا والشعور بالظلم ثلاثون سنة من النواح وذرف الدموع ثلاثون سنة من زقاق إلى زقاق ثلاثون سنة من الجري وفقدان المطيم كانت جزاء الذي تحملته ولم أجزع بسببه جل ما اطلعت عليه إنما هو من مجلسي ومما سمعته أيضا من ندمتيك عن وصفك فلا حرج علي إذن إن لم أعلم عنك شيئا ولم أدري بما قد قاسيته في الماضي علينا أن نعرف سبب غفلة يوسف عنك عليه أن يبرد سبب غفلته عنك لا أقسم عليك ألا تتكلم عن يوسف بهذا النحو اسبر قليلا سيدتي وسوف أعود أين ذهب جناب يوزر سيف هو الآن في البهو الكبير عند الحاكم أخناتون فعلي معي أسنات أصبري أسنات وأن ليوسف أن يعلم بالذي جرى علي فهو يشارك الناس مصائبهم ويختزن في صدره جبالا من الأسى والحزن هو ليس حكرا على زليخة ليتفرغ لها سمعت أن أمون كان يكلم الناس في أوقات حضورك في المعبد وكان يكف عن الحديث عند غيابك أتظن حقا أن أمون الذي وراه كهنة المعبة ذليلا يمكن له أن ينبس ببنت شفا يمكن خداع البساطاء بأمور بسيطة جدا أما عالي المقام يزرسيف فلا يخدع حقيقة الأمر هو أني كنت أقوم بتغيير صوتي وأنا أكلم الناس من نافذة موجودة بالقرب من أمون صد الصوت في المعبد كان يؤدي إلى اختلاط الأمر على الناس فيظنون أن أمون يحدثهم أنت رجل فطر يا ألخماه لماذا لم تكن تعمل هذه الفتنة والدراية في سبيل مساعدة الناس إن تكرار القول الكاذب يؤدي أحيانا بصاحب القول نفسه إلى تصديق ما يقوله هو وتكرارنا لكذيبنا قد أدى بنا حقا إلى التصديق بربوبية أمون كما أن حلاوة الدنيا تصد المرأة وتعميه عن رؤية الحق أضف إليها حماقة الناس هذا ما أراده الناس ونحن قمنا باستقلاله بصالحنا ألا ترون معي أن حماقة الناس لا تختلف عن تصديقكم لما أطلقتموه من الكذب؟ الناس ليس حمقى بل ظنوا باطلكم حقيقة لأنكم قمتم بإخفاء الحقائق عنهم فهل لا أنصفتموهم وعرضتم عليهم الحق والباطلة ثم نظرتم ماذا سيختارون؟ السيدة أسينات زوجة عزيز مصر تطلب إذن الدخول أخبروها أن تدخل السيدة أسينات لا تحتاج إذن السيدة أسينات بأنني عزمة على أن أشتاكي أمره لدى جناب الحاكم أخي خاتون السينات اليوم موعد مقضاة الكهنة عليك بتأجيل محاكمتي ليوم آخر لا يمكن التأجيل لا أطيق صبرا فلنؤخر محاكمة الكهنة قليلا السينات هيا تكلمي أريد أن أعلم كيف يغفل جنابي زرسيف الذي صرف عمره في سبيلي راحة أبدان أهل مصر وأرواحهم كيف يغفل عن حال مشردة ضريرة هرم مكسورة الخاطر سيدتي 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 العجوز التي تتحدثين عنها أن كنت لأعرفها من قبل فهيا قد شغلت بالي حتى في منامي وأنت تشهدين على ذلك أن كان لي أن أجدها أنت كنت تعرفها لكنك لم تعتني بها هي التي ربتك بمحبتها طوال سنوات وعندما اضطرمت شعلة العشق في كيانها وأحرقت ناره ما بقي من وجودها قمت أنت بالتخلي عنها إنما هي زليخة زليخة لا هذا غير ممكن زليخة كانت من الوجهاء وجميلة وثرية كيف يمكن أن تكون تلك الزليخة؟ عشقك هو الذي جر عليها ذلك كانت في انتظارك ثلاثين سنة جرت خلفك ثلاثين سنة من زقاق إلى زقاق فدتك بكل وجودها وجمالها ومالها وما كان منك إلا أن أخفلتها ليس الأمر كما تصفين أسينات هذا ليس كل الحقيقة فجناب الحاكم قد خلصني منذ اثنتين عشرة سنة خلت من السجن الذي ارتأى بوتيفار وزليخة إدخال إليه نحن شاهدنا كيف أن الزليخة ونسوة مصر كدنا ليوسف وأدخلناه في غياه بالسجن لاثنتين عشرة سنة اتهمناه بخطيئة ما كان ليرتكبها أبداً اعترفنا جميعاً بخيانتهن ليوسف وشاهدنا على براءته وعلى عفته أما أنا فما الذي فعلته بهم بعد خروج من السجن لا شيء يكفي زليخة وزوجها أني لم أعاقبهما يجب أن يكنا شاكرين لله عز وجل ثم أن كان لي أن أعلم أن أن ثانية نساء مصر بسطوتها ونفوذها المعهدين قد جار عليها الدهر انقلبت ذليلة بعد عزها تحتاج الآن إلى الشفقة أنت تعلمين جيداً أني أكثر الناس إشفاقاً على الناس منذ سنين عدة وتلك العجوز المحتاجة تعذبني في رؤياي لعجزي عن تقديم المساعدة والعون لها إن أذنتم لي فأنا أطلب الرخصة للقاء زليخة لا فنحن كلنا متشوقون لرؤية هذه المنكسرة الخائبة إن أذنتم لي أنا 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 سأذهب لإحضارها اذهبوا أحضرها إلى هنا ترجمة نانسي قنقر يقول الله سبحانه إن الزليخة قد احتملت عذاباً شديداً وقد كفرت عن ذنوبها وهي الآن امرأة مؤمنة وحدة يا يوسف عليك بمواساتها اتخذ منها زوجة لك وعلم أن دعاءك مستجاب بحقها فما عليك إلا الدعاء والطلب وعلى الله سبحانه القبول والاستجابة هل كان وحيني نبي الله؟ كان أمراً غريباً جاء الأمر أن أقوم بمواساة زليخة وأتخذ منها زوجة لي تتخذ من هذه العجوز زوجة لك؟ إنها عليلة وسقيمة إنه أمر الله الواحد أن أتخذ من هذه العجوز المنكسرة زوجة ما حاجتي إلى زوجة بوجود زوجة حسناء مثلك؟ مهما كانت حالها فلن تستحوذ علي أنا أشكر لنبي الله لطفه وكرمه حتى ولو كانت زليخة فائقة الجمال فما كنت إلا طائعة لأمر الله أيضاً السيدة زليخة ومرافقوها يطلبون إذن الدخول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 هذه أنت زليخة اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة ماذا يركا هنة معبدي امون هل بقي شيء من شكهم؟ انا لا ارى شيئا مذ ساعة عددتني فاطنا لذا فأنا لست احمق كي تنطلي عليه هذه الخدع ان عمرا من الخداع والمكر والكذب قد جعلك من الصم البكم العمي ولن تهتدي الطريق بعد الضللته ما الذي تعتبر تصديقه حماقة قدرة أتون الإله الواحد أم رد بصر زليخة أنا أشك في الأمرين معا فأنا لا أصدق أصلا أن زليخة كانت ضريرة قبل الآن أهل المدينة يعلمون بعم زليخة لا شك في ذلك أنا الآن أشك في سلامة بصرك أنت أنت تشك إذن في عمى زليخة لا مانع هل تشك أيضا في أنها عجوز ضعيفة ذابلة هل ستؤمنوا إن عادت إلى صباها وإلى حسنها هذا أمر أكيد لكنني أؤكد لك أنه لو عاد الأموات أحياء واستحارت الظلمة نورا فزليخة لن تعود إلى صباها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 سيدتي 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 أرمي عليها أرمي عليها هيا أرمي عليها أرمي عليها حسناً ما زلت أن أكون من أرمي أحد أن أركابي أن أكون من أتباعي أمون بعد الآن هل يقبل طوبتي؟ هل يقبل طوبتي؟ نبي الله أهلا بك خوف أهلا بك سيدة سليحة سيدتي 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 سيدة سليحة المرآة المرآة هي هذا أمر لا يصدق فالله لا يفعل ذلك مع أي كان لقد شملك لطف الله يا زليخة المرآة هي أن تشكر الله على رد بصرك عليك أنا مسرورة إذ عدت صبية حسناء في الماضي أيضا كنت ذات عينين بصيرتين ووجه حسن لكني لم أكن أعرف خالقا أشكر الله الذي شمل بلطفه هذه الأمة العاصية وجعلها موضع عينيته سيدتي جناب يوزرسيف ينتظر خلف الباب يبدو أنه يود لقاء السيدة زليخة لا لا ليس الآن هل لا طلبتم إليه أن يعذرني ويعطيني الرخصة من أمري فإن هو أذين لي أنا أريد أن أختلي بربي لبضعة أيام لا أريد أن أشغل بالي بأي شيء سوى الله أنا لا أفهم شيئا ما سبب هذا الجفاء لا أدري ما الذي حصل كل ما أعرفه أنني الآن لست مستعدة للقاء أرجوك هل لا طلبت إليه أن يعذرني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة